يبدو أن المبادرة الاتحادية الجزائرية لكرة القدام التي دعت فيها الأندية المحترفة للالتحاق بفلك محترف اسم وصفة وشق طريق جديد قد بدأت الفرق في الاستجابة له اتفاقية ثلاثية عن الأندية ومديرية المراقبة والتسهير المالي وكذا مكاتب المحاسبة وإدارة الأعمال هذا يدخل في إطار تطبيق إرشادات المكتب الفيدرالي لنيل اعتماد للكرة المحترفة اعتقد هذه خطوة اعتبرها خطوة جدو هامة ورح تكون عندها فعالية كبيرة بالنسبة للنوادي اللي رح تكون محترفة في المستقبل وبالتالي حتى التسيير من ناحية الإدارية رح يكون تسيير محترف ومراقب قد بدرت لإمضائها ملودية الجزائر اتباعها كل من شباب الوزداد وجمعية عين مليلة ونجم مقرع وآخرهم اتحاد بالعباس وندي بارادو وإلى حين استكمال موكب الأندية وإمضائها جميعا على ذات الاتفاقية التي ستسمح إن صار عليها المتفقون بأن تخلق سياسة جديدة مبنية على الموازنة بين إرادة الفرق وأتعابها ما يعني الانتهاء من مسلسل طويل أنهكت فيه النوادي والجمعيات كاهل الخزينة العمومية فهل هي حقا صفحة جديدة يكتب فيها الفاعلون سطور العيش دون خطاب نداء المنح؟ هو انتظار ريع الدولة أم أنها مجرد وثيقة لا تسمنوا ولا تغني من جوع؟ ترجمة نانسي قنقر